هناك جانب شرير من الدين لا أحد ينتبه له يتحدث المؤمنون دائما عن أن هذا الدين هو دين رحوم والتسامح فيه كل الخير وسيؤدي بمن يعتنقه ويؤمن به إلى الطريق الصحيح وسيصير على الصلاة القويم الذي سينال بسببه الجزاء المناسب له في الآخرة أو يوم القيامة هذا الأمر كلنا سامعين ونعرف به فعلى أساسه امتلأت منصات الإعلام والكتب والمدارس والشوارع والمقاهل يتحدث عن علمة هذا الدين وعلمة الطريقة التي يغسل بها أدميغة الناس أو يربي الناس على أساسها الدين بالتالي هو الذي يشكل أو يرسم معالم وعينا ويحدد لنا طرق تفاعلنا مع الناس ومع الآخرين على اختلافهم هذا الدين هو الذي نتزوج باسمه وبوصايته والذي نتعلم منه كيف نتعامل مع الآخرين في البيع والشراء والذي نتعلم منه كيف نتعامل مع أبائنا وأخوتنا مع أهلنا مع النساء مع الأطفال مع الغرباء الذي نتعلم منه كل شيء وهذا أمر طبيعي في أي مجتمع توجد دائما هذه الأشياء هذه المحصلة هذه الالتزامات وهذه التقاليد وهذه الثقافات والآراء والأمزجة ستسمى دين هذا الدين هو الذي وصلنا لكل مجموعة من بشر لديها هذه التعاليم التي تخصصت بها واختلفت بها عن غيرها من الأمم والشعوب أو الجماعات المسألة التي أريد أن أشير إليها هنا أن هناك جانب غير مرئي من الدين نحن جميعا مثلا نفترض بأن هذا القانون هو الذي يجب أن يسير عليه الجميع أو الشريعة قانون كلمة لها علاقة بالعلمانية وبالواقع الأرضي والتفكير الوضعي بشكل عام لكن الدين دائما يقدم لك شريعة يقول لك هاي الشريعة عادت من السماء وتتفوق على البشر وأن من أصدرها هو الله وليس حاكم جائر ويبحث عن مصالحه طبعا بحقيقة هذا كلام فاضل هذا الحاكم نفسه اللي هو يفرضها على الجميع وبالتحالف مع رجال الدين والذي يفتح فمه يتم قمعه ولكن عموما نفترض من هذا كلام صحيح كما يقول أهل الدين ومشجعيه الذين هم كثار جدا فبالتالي هذا الدين هو الذي يفرض حضوره على الجميع يصير مذاهب مختلفة من الدين بالنهاية ينتصر نوع من أنواع الدين الإسلام مثلا خاضت حروب مع المذاهب الإسلامي خاضت حروب كثيرة مع مجائليها من الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى انتصر هذا النموذج السني وانتصر النموذج الشيعي وانتصر النموذج الباضي فكل واحد منهم انتصر بنسبة معينة لكن المذاهب الأخرى كلها انقرضت تقريبا بالأشرين مذهب إذا واحد يراجع هناك المذاهب والأديان الإسلامية التي خرجت من خيمة الإسلام بالعشرات ممكن بالملل والنحل ممكن تشوفونها الكتاب الشهر الثاني الشهير ذكر بعضها وأيضا باحثين معاصرين فبالتالي هذا انتصر لكن هذا الذي انتصر دائما نحاول أن نجمله ونرسم صورة ممتازة عنه وإذا ظهرت أشياء فنقول هناك شبهات ونحاول دائما أن نتلوق بالعراقي أو نتملق الدين بطريقة وباخرى لأنه بالفعل ولابد أن تتملقه وإلا إذا شككنا بالدين في كل لحظة وفي كل قضية فبالتالي المجتمع سينهار تماما لا يمكن بعد ذلك أن نتواصل فيما بيننا بطريقة صحيحة يعني أحدنا يذهب شرقا والآخر يذهب غربا وبعد ذلك لن نستطيع أن نعيشه في مكان واحد بسلام هذا مسألة طبيعية معروفة لكن الآن المشكلة أن الدين لم يعد نافعا في إدارة شؤون الناس بهذه الطريقة لأنه العالم الآن التسع نمط الألاقات اختلف هناك ألاقات ليس على مستوى المباشر وهناك ألاقات اقتصادية مع ناس آخرين من أديان مختلفة ومذاهب مختلفة الآن الآخرت ليس مهما أن تعرف ما هو دينه وما هي شريعة وما هي قوانينه فبالتالي أنت مجبر الآن على أن تتعامل مع الطياف وأشكال وألوان وأمزجة وثقافات مختلفة جدا فبالتالي هذه مشكلة الدين الخطيرة أنه هو مصمم أصلاً لكي يدير شؤون جماعة محددة سواء محددة على سعيد بلد أو شعب أو أمبراطورية مثلاً الإسلامية كانت تتحكم ببلدامة العراق وإيران وشاء أيضاً كانت موجودة اختلافات فيما بينهم لكن عموماً كانت الأشياء ماشية يعني بقوة السلطان بقوة الجانب المرئي أو غير المرئي طبعاً بالحقيقة هو الجانب غير المرئي هو الذي يديم قوة الدين الجانب المرئي هو هذا الذي نسمعه في المساجد أو ما يسمى إسلام المساجد كما يسميه صديقي دكتور الشريف يونس إسلام المساجد هذا هو الذي يعني الشكل اللطيف الحلو الذي تؤمن به الناس ويؤمنون به الناس يعرفون أنه فيه جانب شرير لكنه يصدقون به لكي يعيشوا بشكل آمن ومطمئن داخل الجماعة البشرية التي هم فيها بالتالي الجانب الشرير من الدين أو الجانب الشيطاني من الدين هو نفس الجانب الشرير من الإنسان بالضرورة لأنه كل إنسان لدينا لديه حاجاته وأطماعه ورغباته وشهواته التي يبررها بطريقة أو بأخرى خاصة أن الإنسان لديه دماغ منطقي يستطيع أن يمنطق أي شيء يريده يعني ممكن أن يبيت شعبا كاملا ويمنطق الموضوع لأنه يقول هؤلاء عن جاس مثلا ينتهي الموضوع كله ويتعامل معهم يقتلهم وكأنه لم يفعل شيئا ويعود إلى بيته يقبل أطفاله وكأنه لم يقتل ملايين البشر هكذا كانوا قادة يعملون وغادة الأمم والشعوب في ذلك الزمان وما زال حتى في هذا الزمان يعني عندما حكم الدوائش منطق جزء كبير من العراق وسوريا هكذا كنتصرفون يذبحون ويقتلون بالسكين يعني والآلاف الناس بالمئات يصلبون ويرجمون يفعلون إلى الفاعل وبعد ذلك يعود إلى بيته ويستغفر الله ويشكره على حمده وعلى نصره فمسألة طبيعية بالنسبة له هذا الجانب الشرير يصبح الجانب الطبيعي الذي لا يرى فيه إشكالا أي متدين فبالتالي أحنا الذي أشير الآن وهو يحتاج إلى دراسات واسعة أنه علينا أن ننظر إلى الجانب غير المرئي من الدين الجانب الانفيزبل يعني هذا الجانب الذي نراه هو الجانب الذي نتحدث عنه والذي ننتقده طبعا بالمناسبة والمتدين يتحدث دائما عن هذا الجانب المرئي ويقول هناك شبهات لأنه هو دائما هناك عمق غير مكتشف أو غير مرئي أو يرفض جميع الدخول فيه وكشف عبعاده لكن تطلع أشياء تطلع أنه هذا رجل دين سيء هذا النص فيه إشكال يعني أنا ما أقول لك وما ملكت أيمانكم مثلا فبالتالي يعني يفسرها يعودها بطريقة أو بأخرى أو هناك أحاديث بها إشكالات كثيرة جدا أول أقول لك لها يا شبهات هي بالحقيقة هي النظح من الجانب المظلم للدين والذي هو نفسه جانب المظلم للإنسان معنى آخر أن الإنسان هو يعيش في مسرح الأوهام كمان يمكن أن نقول أو إذا صحي التسمي يقول أنه وعي الإنسان المؤمن أو المتدين أو وعي أي إنسان بشكل عام هو مسرح أو سطح الأوهام سطح مليئ بالأوهام وبالأفكار الغير المدروسة والتي يعتبر أعمق ما فيها يعتبر تأسيسا لما يليها من الأفكار يعني معظم أفكارنا عن الحياة عن الحب عن الزواج عن الدين عن الإيمان عن الآلهة عن القوانين كل أفكارنا هذه هذه هي مؤسسة على قواعد أسميها قواعد أو أسميها مسرح الأوهام فهذا مسرح الأوهام الذي نعيش عليه هذا ونمارس فيه كل حياتنا هذا تحت هناك أعباق كبيرة منها الجانب النفسي الذي درسه علماء النفس ومنها الجانب المعرفي أو الظاهراتي الذي تجاوزه وحسر الجماعة المدرسة الظاهراتية ومنهم درسه بطريقة مختلفة أنا أقول بأن الدين هو الجانب الذي يوفر لنا الجانب المرئي من واقعنا هذا الجانب هناك من ينتقده لكنه يبقى ضمن مسرح الأوهام نفسه كيف؟ جماعة الملحد مثلا أو الغير متدعين أو من منتسب إلى دين آخر يقول لا هذا المسرح أو مسرح الأوهام هذا أنتم لا تجهدون العمل به بطريقة صحية يعني الإله الذي تؤمن به إله مزيف وهناك مثلا ملحد يقولك لا لا يوجد إله لكنه باقي بمسرح الأوهام نفسه هو لا يذهب إلى أعماق الموضوع ويدرس الموضوع بطريقة ملفتحة ويقول بأن هناك جانب مرئي وجانب غير مرئي في الإنسان والدين هو ظاهرة من الظواهر التي يفرزها الإنسان عندما يلتحق في الرحب البشري عندما يكون جزءا مكملا أو متكاملا مع الجماعة البشرية وأيضا جزءا كاملا ومتكاملا مع الطبيعة والوجود بأكمله وهذا اللي يسمي هايدغر بالدزاين يعني نوعا ما هذا التعريف مش دقيق لكن المهم فمسرح الأوهام هذا الملحدين يتحدثون عن هذا المسرح أو جانب الواعي وقدما يعترض يقولك هذا النبي ليس نبي حقيقي هذا النص لم يأتي من الأيالها ويتحدث عن أسس المرئية أو التي تدعي أنها مرئية من الدين ويبدأ بمحاربة يذهب إلى القرآن مثلا يقلك هذا النص الديني فيه أخطاء لغوية فيه مؤجزات غير معقولة غير منطقية الإله هو مزيف هذا الإله هو أصلا إيل يهوه هو أصلا إله تفريدي وبعد ذلك كان هو بعد ذلك تحول مع الزميلة لله توحيدي بعد ذلك أجل المسيح وإله تأثيرات يونانية هذه القصص كلها طلع هذا كل الجانب المرئي من الدين وضمن تتسارع التوجهات والأفكار ضمن هذا الموضوع لكن الجانب الشيطان من الدين هو هذا الذي أو الجانب غير مرئي من الدين أو الجانب غير مرئي من الإنسان هو الذي يجب أن يحظى بانتباهنا هذا يخلصنا من ماذا ما فائدة كل هذا فهذا أنه نكف عن الصراع فيما بيننا أنه نكف أنه كل ما أطلع أنا أطلع لي أطلع الفكرة ويجي واحد يغلي التملحد أي ملحد هذا اللي يتحدث بهذه الطريقة إنسان ساذج وهو يعني معجون بمسرح الأوهام هذا هو الوعي الذي يكون فيه داخله وينطلق من مسرح الأوهام ويبدأ بمحاكمتي ماذا يقول له مسرح الأوام هذا أو الوعي الوهمي هذا الوعي يقول له أنه هذا ملحد أو يقول له هذا مؤمن متدين أو يقول له مثلا هذا كافر هذا من دين آخر هذا لا يؤمن بالله هذا كذا يعني هو عدة مصطلحات مفاهيم وأدوات تديم عمل المسرح الذي ولد ونشأ عليه ولا يستطيع الخروج خارجه لكي يصبح متفرجا مثلي طمعا أنا حاول أن أخرج المسرح الأوهام هذا الذي أصابت جميع بفيروساته المؤدية والقاتل أو المخرب أو المدمرة بطريقة غير قابلة للإصلاح غالبا فأنا دائما أحاول أن أخرج من هذا المسرح لأنه أصلا ولدت وسأبقى خارج المسرح ويعني موجود على على هامش المسرح بطريقة أو بأخرى فبالتالي يعني حظي يسعفني بأنه أرى كيف تتحرك الأوهام على هذا المسرح الذي يشترك في إخراجه وإنتاجه وتمثيله وأداء جميع أدواره الجميع الأغلبية المطلقة من الناس فبالتالي أنه المشكلة هؤلاء أنهم هم مستغرقين في الدور مستغرقين في على ذاتهم إلى الحد الذي يجعلهم يعني ما ينظرون إلا في اتجاه واحد وطبعا فيها نوع من التفكير العاملي أنه أنت لا تستطيع أن تنظر إلى جميع اتجاهات لا بد أن تتوجه إلى اتجاه محدد وهو أنه هذا إيمان بالله مثلا المسلم السني يأمن بأنه إله واحد وكذا وانتهى الموضوع وهناك شريعة وهناك نص يتخذ الطريق السهل فعندما يجي واحد يقول لك أنه هناك توحيد وإله هو بالحقيقة يتخذ الطريق السهل حتى فكرة التوحيد أصلا هي فكرة سادجة فكرة بداية بسيطة حل بسيط لكل المشاكل يقول لك خلص في إله واحد في قانون واحد في ملك واحد في شريعة واحدة وخلص امشي على هذا وانتهى الموضوع فهو حل لا يختاره إلا الناس الخاملين الكسولين الذين يجدون أي حل بأي طريقة ويحسمون الأمور فهو بالتالي التوحيد يعني ليس ليس عبقرية فذة بالأكس أشياء بسيطة جدا وأي إنسان حتى أي كائن ربما ممكن يختار هذا الطريق لأنه الدماغي دماغ هو طبيعته يختار الطريق السهل فبالتالي اللي أدأقول عليه حتى لا توسع بالموضوع علينا أن لا نتجاهل الجانب الشرير من الدين الجانب الشرير من الدين معروف الدين مارسة أو الجماعات الدينية ارتكبت من الفضاع ما يشيب لها تشيب لها العقول وليس الشعر أو شعر الناس يعني أو يشيب لها شعر الرؤوس وكنا نعرف الأشياء المنافية لإخلاق اللي يدعو إليها الدين من قتل من تكفير من سحل الناس بالشارع لمجرد أنه واحد عنده رأي مختلف يعني فيه من الخطل والخطأ والسلوك الأدواني الوحشي ما ما يكفي وزيادة لكننا دائما نبعد هذا الجانب المظلم من الدين وأي عقيدة بالمناسبة وأي نظام سلطوي فيه جانب مظلم يعني هذا المسألة طبيعية وأي إنسان أنا لا أتحدث عن الدين بأتبار أنه الحاضر الآن والمهيمن أو المنظومة الفكرية والعقلية والثقافية التي تهيمن على عقول الناس فبالتالي أنا ما هو موجود حاليا لكن ممكن أن ينطبق في المستقبل تطلع أديان جديدة بالمستقبل تطلع عنظمة جديدة تطلع ناس جماعات فاشية جديدة لابد أن تطلع لأنه إنسان باقي نفسه ما رح يتغير إذا تغير فممكن يعني بعد يتوص بعد ألف سنة تشذب من عندها الطاقة الأدوانية والشيطانية الموجودة داخله وربما عند ذلك ستخرج أديان مختلفة وبدليل أنه هذا الجانب الشرير بالدين أي جانب المطلوب هو الذي سمح بانتشار الدين ونجاحه ولاحظنا أن هذا الدين ناجح في جميع الشعوب يعني كما يقول بريكسن يقول لا يوجد أي أبسط أنواع الشعوب وأكثرها تخلفا وبدائيا نجد لديها منظومة مقاربة للمنظومة الدينية وبتالي هذا جزء رئيسي يعني جزء من الطبيعة البشرية أن يكون جماعات ويمارس العنف على أساسها أو باسمها فيبدو وتشكيل الجماعة هو من أجل توحيد الصفوف وممارسة العنف الممنهج والمقنع والذي يعني يتغلب بغلاف الشرعية بشكل أو بآخر الخلاصة أنا أقول بين الدين له فوائد وله حسنات لكن أيضا له سيئات كثيرة له أيضا مؤمنين ومعارضين لكن أيضا هناك من يتضرر من هذا الدين ويلاقي على مرين قلت باختصار أن ميزة الدين هي أنه مستغرق على ذاته نرجسي جدا مثل أي إنسان إلى الحد الذي يجعله لا ينظر إلا في اتجاه واحد وقلت أن هذه الخاصية ترجع إلى حاجة الإنسان لهذا النمط من النظر ويبدو أنها كما قلت هي حاجة أساسية داخل الإنسان وبالمناسبة أيضا ربما كانت هي الدافع لإكتشاف العلمي والنظرة العلمية عموما يعني بعد ذلك ستناول موضوع الدين والعلم وهذه العلم أيضا مثل الدين يعني يتسم دائما بنظرة اختزالية تؤمن بأن هناك حقيقة نهائية واحدة يعني خلق من خلالها أو وجد من خلالها كل شيء أو يؤمن بوجود قانون موحد فكرة وجوه آلهة متعددة هي كانت فكرة الدينية الأولية لكن الفكرة الإنسانية الأساسية دائما أن هناك قانون واحد أو إله واحد العلم بعد ذلك بالأصور المعاصر الحديثة دائما يشعر بوجود قانون واحد يشمل الجميع واتضح بأن هذا الفكرة خاطئة وليست صحيحة بعد أن تحققت مصداقية النظرية الكمية أو الكوانتم ميكانيكس فأصبحت أنه الحقيقة ليست بالضرورة أن تكون واحدة وموحدة فكرة وجود قانون واحد ليست صحيحة وراح تحدث بها عن موضوع التوحيد أيضا الآلهة عندما الإنسان بدأ يؤمن بوجود إله واحد وشريعة واحدة بعد أن انتسعت المجامعة البشرية قالوا لا هذا يجب أن يكون هناك إله واحد يحكم الجميع ويجب أن ينصع له جميع ويطيعوه الجميع هذه الفكرة والفكرة بسيطة أيضا كما قلت بسيطة فكرة بدائية جدا أن هذا الإله هو يحكم الجميع ويعني لابد أن ننصع له وفكرة التوحيد هي فكرة مثل التوحيد الفكرة القانون الموحد العلمي أيضا فكرة ثبت الواقع بأنها لا غير ممكنة وغير واقعية وغير منطقية أصلا فراح تحدث بها عن موضوع التوحيد بلا أنها يقول أن الجانب الشرير أو الشيطاني أو بالتعبير أكثر عمومية الجانب الغير المرئي من الدين يجب أن ننظر له جيدا أنا الآن أطعت شذرات وملاحظات سريعة ودردشة سريعة حول هذا الموضوع لكن أنا أعتقد أن هذا مشروع أتمنى إيجابات يتناول بطريقة منهجية وهو بتحديدا أن يدرس الجانب غير المرئي للدين وليس للدين الإسلامي أو غير للدين بالشكل عام وبعد ذلك التفاصيل مع السلامة وشكرا للاستماع مع السلامة